بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنكمل وهنتكلم النهاردة على خطوات تصميم تربة مسلحة مبدئيا عشان نتكلم على التربة المسلحة لو أنا عندي تربة بالشكل ده أو عندي هعمل حفر هنا هو فممكن عشان أتغلب على انهيار السويل ديت في عندي كذا حل في عندي ممكن أحط Retaining goal ممكن أخلي الميل بتاعي ميل save بزاوية ممكن نقدر تكون save ما يحصل لاش انهيار أو الموضوع بتاعنا ان احنا هنعمل هنا تربة مسلحة تربة المسلحة ايه هي القوة المؤثرة عليها أساسا قوة المؤثرة أساسا عليها لو أنا عندي هنا Q أو هنعمل هنا فده هيديني earth pressure هنا وهيديني كمان earth pressure على حسب نوع الصويل طبعا لو التربة مالها send فيه earth pressure هنا وفيه earth pressure هنا ده نتيجة Q وده نتيجة اللي هي فيها 5 عشان نحسب أول خطوة عشان تبتدي تصمم التربة المسلحة ديت لازم تحسب القوة اللي بتأثر عليها اللي هي E1 والE2 فبنقول أول خطوة لازم توجد الhorizontal pressure as a function of Z يعني لو أنا عندي على العمق هنا Z تقدر تقول لي اللي stresses هنا أو pressure هنا قيمته قد إيه كعلاقة في Z فبنقول إن السيجما H ديت بتساوي مين بتساوي سيجما H بتاعت السريت شارج ذائد مين زائد السيجما H اللي جاية من الصويل نفسها طيب الكلام ده نجيبه إزاي زائد ما تعلمت في الصويل ميكانيكس إن انت الكيو أكتف في الكيو كي أكتف في الكيو يديك ال E1 أو تأثير والكي أكتف في جاما في Z ده نتيجة التربة والفاي بتاعت طبعا لو فيه C مفوط بيدينا نيجاتيف وكده بس احنا التربة المسلحة غالبا بيبقى رامل معاها الجيو تيكسايل فيبقى ده الشغل بتاعي الإرس بريشار طبعا السؤال أجيب الكي أكتف إزاي دايما تعلمنا عبارة عن 1-Sine Phi على 1 Plus Sine Phi بقدر أجيب الكي أكتف يبقى أنا هنا هجيلي معادلة أنا عارف الكي أكتف وعارف الجاما بتاعت الصويل الزد ده مجهول الكي أكتف عارفه الكيو فهيديني رقم موجود في زد زائد رقم سابت على حسب الكيو اللي عندي طبعا دي أول خطوة الخطوة التانية أنا عايز أجيب مين اللي هيقاوم هذه القوة الأفقية يعني أنا عندي هنا في قوة أفقية جاية كده مين اللي هيقاومها اللي هيقاومها الجيو تكستايل اللي هحطه هنا عشان يقاوم هذه القوة الجيو تكستايل دي لازم أكون أعمل عليه اختبار وعارف الت ultimate بتاعته أو مقاومة الشد بتاعت الجيو تكستايل اللي عندي طيب لكن لما يجي هصمم هصمم على تي أول فلازم أقسم على الفاكتور عندنا في تصميم التربة المسلحة في أكتر من فاكتور أوف سيفتي يعني التي أول عبارة عن التي ألتمت على كل الفاكتور أوف سيفتي دولار عندي كان فاكتور أوف سيفتي واحد اثنين تلاتة أربعة في فاكتور أوف سيفتي بتاع الإنستوليشن يعني الإنستوليشن دامج طبعا عشان نعمل الحيطة ديت إيه اللي بيحصل بالزبط اللي بيحصل لأننا ببتدي أحط التربة على طبقات كل طبقة أحطها وبعدين أحط الجي تكستايل التربة بعدين أحط الجي تكستايل مع ملاحظة بعد ما بخلص التربة اللي بيحصل ببتدي أدمك التربة فأنا أخشى وأنا بدمك التربة يحصل إنهار أثناء الإنستوليشن لمين للجي تكستايل عشان كده لازم يبقى فيه فاكتور سيفتي للإنستوليشن أو للإنشاء في فاكتور سيفتي لمين للكريب يعني إيه الكريب يعني الزحف يعني أنا دلوقتي مع الوقت الجي تكستايل ده خلي بالك بيبقى متعرض لقوة شد فممكن قوة شد ديت يحصل له كريب فلازم أعمل حسابي وطلع الفاكتور سيفتي بتاعك الكريب الفاكتور سيفتي التالي دوت اللي هو الفاكتور سيفتي بتاع مين الكيميكال كيميكال ديسينتيجريشن يعني ممكن يحصل تحلل كيميائي لمين لبعض المواد في الثربة فتأكل في مين في الجي تكستايل فلازم يبقى عندي فاكتور سيفتي للكيميكال ديسينتيجريشن وفيه عندنا كمان مين البيولوجي ممكن يكون جنب المبنى دوت او جنب الحيطة بتاعتي دي في بعض المقابر في بعض الحيونات اللي هي الميتها تحللت نباتات تحللت فنخلنا في البيولوجي البيولوجي ده ممكن يؤثر لي عليه فنفس الكلام لازم اخد فاكتور سيفتي للبيولوجي يبقى عندي بيولوجي وعندي كريب وعندي الاسف وعندي كيميكال وعندي كريب وعندي انوستوريشن بعد ما يجيب الفاكتور سيفتي دولت اضربهم كلهم في بعض وجيب التي التمي تقسمها عليها جيبت التي اللاوبول بتاعتي طيب خلاص انت جده جبت الحمد لله القوة اللي بتيجي كده اللي هي جاية من الصويل والشد اللي هيحصل في الجيتوكسايل هيشيل هذه القوة كلمة design صويل رينفورسمنت ايه المقصود بيها المقصود بيها ببساطة خالص لو انت عندك هنا ارتفاع اسمه اتش كل اللي مطلوب منك ان انت تقدر تجيب لي المسافات الرقصية اللي هتحط فيها الجي تيكسايل اللي هي الاس في والحاجة التانية في التصميم عايز اعرف الطول بتاع مين بتاع الجي تيكسايل layer يبقى انا لازم اعرف الطول دوت وفي نفس الوقت لازم اعرف مين المسافة ما بينهم فاحنا لو هنتكلم على اول حاجة لو عايز تحسب ال spacing يعني المسافة ما بين الجي تيكسايل وبعضه للاس في ديت من الاس في بتساوي التي اللي انت جبتها لقوة الشد على مين على السيجما هوريزونتل اللي عندي في مين في الفاكتور السيفتي الجلوبل ده بيسمونه الايه الجلوبل فاكتور اوف سيفتي يبقى انا عندي هنا التي اللي أعرفها والفاكتور السيفتي السيجما هوريزونتل تخلي بالك ان هي لو كنا جايبينها لسه في السلايد اللي فات إن هي عبارة عن حاجة مضروبة في Z أو رقم مضروبة في Z زائد رقم فعشان كده السجما أو آسف بقى مش السجما دي السجما هوريزونتل فالSV هتطلع لي في الآخر معادلة في Z معادلة في مين في Z وده منطقي لما يبقى عندي أنا هنا إرس بريشر كتير يبقى أكيد الSV بتاعتي هتبقى مسافتها مالها مسافة صغيرة لكن لما يجي لي هنا إرس بريشر قيمة صغيرة فأكيد المسافة بتاعت الجيتوكستايل هتبقى أعمالها كبيرة فأنا أبتدي أعمل بالترايلانديرور أبتدي أشوف عند كل زد أقدر أطلع الSV بتاعتي أو المسافة ما بين الجيتوكستايل وبعضه تاني حاجة عايزين نحسب الطول نحسب الطول ده إزاي هنحسب الطول اللي هو الكالكوليت of length of fabric layers by getting LE وده بمعرفة مين LD والS H أو السيجما H ديت والS الادهجن وبعدين تطلع الLR اللي هي using mean ranking failure mean plan إزاي الكلام ده يحصل أقوله اللي إيه بتساوي مين ساوي الS V أبس الS دي مختلفة أخلاص ما يشي متختلفة مع مين مع Z والسيجما هوريزونتل حاضر عندي السيجما هوريزونتل موجودة بدلالة الز فاكتروف سيفتي جلوبل عندي جلوبل والادهجن بتاع السويل عندي وعندي مين وعندي الجاما بتاعت السويل والسيجما هوريزونتل ما زالت بدلالة مين بدلالة الز والدلتا اللي هي مفروض الانجل أوف مين أوف انترنال فريكشن بس باتوين مين ومين باتوين الجيتوك ستايل وما بين السويل نفسها يبقى أنا في الحالة دي تقدر أطلع ل عند كل طبقة احنا اخترناها أما لو بنتكلم على الرانكن فنجيب ال LR بتسوي H-Z تان 45 ناقص مين فاي على 2 عشان نطلع ال LR أخذ ال LR واخذ ال LE أجمحهم مع بعض أجيب الطول بعد كده نبتدي نعمل التشيك على مين على الأورلاب لنث لو كان طلع أكبر من 1 مت خاص ما فيش مشكلة لكن لو كان أصغر من كام من 1 مت يبقى احنا ناخد 1 مت إزاي نجيب ال LN بتاعتي بتسوي ال S-V على S-V في Sigma Horizontal في Factor Safety Global على 4 في C Adhesion Gamma في Sigma Horizontal في دلتا شكرا